موسيقى موسيقى إيه الشيكة والحلاوة دي؟ وإيه اللي انت شايله في إيه تاك دا؟ جبتلك أربعة كيلو بسبوسة كل كيلو الوحدة عشان خطة يعني هو عملوك في هنا؟ أيوة هنا خسارة طب دخل ودخل باللي انت جايبه دا يا بابا موسيقى موسيقى وموسيقى هو دا موقف عمل حج من أرض الله فأنا هيسعدني مش رافني ونطلب إيه بنتك ونطاف عنا يا عمار زحي لا بعزي يا ابن طالب دا بالنسبالي يعني مش مفاجئ طيب الحمد لله. بس انا ولوبنا يعني متعودين نتكلم مع بعض ومنتهى الصراحة في الحاجات الخاصة دي يعني. يعني حكيتلي. حكيتلي. بس ما ينفعش. يعني ما ينفعش يا باب. بصي عبدالعزيزي انا اكبر منكو في السن وشفت وقريت وتعليبت حاجات يرقاوا في الدنيا دي. في حاجات عبدالعزيزي لازم الاول لاحد يشوفها ويتعلم منها وبعدين يفكر. حاجات زي اعمل وطفة. اقولك. يعني مثلا ولادكو. حيقولولك ماما بتشغل دكتورة. انت بتشتغل ايه? صحابكو ومعارفكو وجرانكو لما يجتمعوا في قاعدة ولا مناسبة. كل واحد عاعد يتكلم في شغل هو حق ايه وعمل ايه? انت ساعة هتحس بالاحراج. هتحس ان كان جواه الجرح. مش قادة تتمسوا ايدك. نعم بلطفي مش هفضل زي ما انا كده محلك سر. انا بدأت هتاجر واكسب وان شاء الله بكرة تيبقى فخور بيا. بكرة امي واخواتي واهلي ولوبنا والدنيا دي كلها تشاور علي. انا مجت لكش لو انا مسكت قرشي وقرشي محترم كمان. اقدر افتح بيت واتجاوز واجيب شبكة واعمل احسن فرح. لا يا بس مش بنتي. لان الفرق بينك وبنتي مش فلوسه بس. بواصدك التعليم. يا عبدالعزيز التعليم مش مجرد شهادة وظيفة. لا. التعليم مؤثقافة فهم قراية. انت فاهمني? يعني انت لازم تشوف الدنيا بشكل تاني خاص. فاهمتك عملوط في. حضرتك التتني دارسة عمري مع انسان. فاجأة واحشها اللي ايه? ازايك يا عصم. عروسة حبيبة قلبي لو هتسيدي عصم برا? فانا هدخل. ازايك يا عملوطي? انا يا عاصم يا ابن ايه المفاجئة الحلوة دي? تفضل. ايه اللي جاي بالك يا اخربائي انا يا عملوطي? حاجة بايزة قلية. طيب استعز انا انا عملوطي. احسن برضا عشان انا احبتكلم. خليني مستحمل رزالتا كده لما اشوف ايه اخرتها. بتقول الكلام ده مين ارحمك? ما اقولوا ليه اخوا لا اخوا اللي اتشداد لك كمان. انت بتعمل كده مع مين يا دي ابن الشهال. اصلى برا. انا افرج عليك انا بحديث كله. اطلع يا اه اطلع يا اه ايه ايه انا افرج عليك اطلع كله. اصلى يا اه افرج عليك اطلع كله. اصلى يا اه. اصلى يا اه. الحق ازيزو بيتخانف في شارع عبدالعزيز مع اصابط والناس مالمومين او فضل انت قيد Plus شاعقي. احسنا. احترى اطلع كلهات للحلoter. اصبال مالس궁 بيتخانف هي سهدا. اوت شرم تعمل بيتخانف اه شمات سهدا. يوش أعزو، عندهم سهدا. مرحبا! من جيسو؟ من جيسو؟ وفرحبا! وفرحباً لنشفر لم يكن جيسو؟ موسيقى 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 أشجان صعف يا جدعان صعف صعف يا جدعان أشجان رد عليا أشجان ما علش يا أشجان يا أختي ان شاء الله هتمي بالسلامة يا زيزي أنا عايز أكتزل الاستيبال تشوف نرعك ده لا يكون اتكسر ولا حاجة؟ أشجان اتضربت بالنار بدال يا لبنا المفروض انا كون مكانها دلوقتي بعد الشرع عليك ماتنزل صاحيص تبص على الدكتور ويشوفك مالك سبوني بحالي بقى سلامتك سلامتك يا ضلح يا سلامتك شرشاب يعمل حاجل واضح يديع مننا ما تجننينيش يا كريم ايه نعي روح معنا المستشفى عشان نتطمن عليه يا بنا كويس ومش محتاج مستشفى الله تابني السكينة سرقان انا كل اللي عايزكو تعملوه تجيبوه الواد الكيهة البدائلة وخلص عليه تاب الله يا عاصم نروح مستشفى لو نتطمن عليه ممكن تسيبوني كلكم وتطلعوا برا يا ابني بس بروح نعمل شوية اشعات ونعرف انه مفيش غزيف ولا حاجلة يا ابا انا كل اللي عايزكو تعملوه ودايا يا ابن عاصم باشي هم عايزين يطمن على حضرتك وبعث كده عمل اللي انت عايز تعمله يالله يا ابن هنا يالله اخوي انزل سنانة احب حضر يا معلل حضر يا معلل حضر يا معلل عشان خضر امك حبيبتك والنبي تروح للمستشفى يا عم والنبي يا شابي ها هزا في المكين دي شايف نشوفية الدماغ يا عمديين بطل داوش يا باو اسمعني اوه الله اهم حاجة ناخد الواد ناديه المستشفى ممكن الواد يطلع عنده كسر يطلع عنده نزيف داخلي ام اعملوله محضر في المستشفى هنقول ايه مالكش داع ولا ايه حل حل ايه بس الله انا هنحل ايه ولا ايه الواد زيزو معاه الطبانجة بتاعتي قربته الرصاصة في جسمها هتحل ايه ولا ايه هيعمل لنا محضر ويبادلنا يا سيدي واحدة واحدة الاول المستشفى وبعد كده هنتصرف في الباية خلص يلا طب اقنعه بس الاول ننزل معاه حاضر حاضر يا ابني استهدى بالله واسمعني تروح المستشفى يا عاصم ما انا قلت لا بقى ما تسيبوني بقى يا عم ما بفي ايه اهدى بالله اهدى يا عاصم اهدى ما اقولك ايه انا مش هينفع اروح المستشفى دي خالص لازم اروح المستشفى طبع الشرطة عشان يحصل تقليل حكوم ما هو دا اللي مش عايزينه يحصل عارف ليه مش عايز اعرف يا ابا الواد دا ييجي ايه يا بنا قلتلك الله يا ابني يا بجراء يا بقى مهمكش اتقلت ايه اللي حصلوا الجبين والواد الكلب ودوشة الدماغ دي الواد دا الداخلية كلها تتقلب عليه وهيجي من تحت عطيل ارض يا ابني هتقولهم ايه في الداخلية ضربت واحدة بمسدس مش مرخص عشان توديني في دا يا وضيع مسابلك عشان كده عايز اوديك مستشفى خصوصي بتاعت واحد صاحبي بدلا ما نخش في محاضر واللازي منه ولما اروح بقى بربطه مكسورة ايه اللي هيحصل يا سلام عملت حادثة بالعربية عربية خبطيتكم عرفتش تاخد نمرتها ايوه يا عاصم ايوه يا حبيبي وبعدين الواد دا مش هيروح حلوه قريبته ضرب الدمار دي مش هروح يعمل في مستشفى حكومة محضر هو كمان واتي ايه بقى واتي ايه الوزع دي روباني اتخلاص يا ابني استهتب الله واسمعني تروح المستشفى عشان خاطر امك يا ابني اسفع اللي بقولك عليه افهمني دربت واحدة بالنار بمسدس مش مرافق شارع عبدالعزيز كله تفرج عليه البوليس بحب بتصعبة علينا ليه اهدب الله يا شرشابي كل حاجة ليه حل حل ايه بس وبتاع ايه